رحل البرلمان ذلك المنتخب في اقتراع ايار 2018 رحل منهيا دورته الرابعة ناقص عمر من سنوات حياته الدستورية اذ ينطلق استحقاق تشرين الذي جاء مخاضا عسيرا لحراك شعبي طالب بطبقة سياسية جديدة وبرلمان جديد قبل يوم واحد فقط من التصويت الخاص وثلاثة ايام من التصويت العام اقفل البرلمان ابوابه بعد ان اكمل القراءة الاولى لمائة وثلاثة وسبعين مادة ضمن مائة وتسع واربعين جلسة منظمات رصد العمل الانتخابية التي وضعت دورة البرلمان برئاسة الحلبوسي تحت مجهر التحليل خرجت بتقييم الدورة الاكثر واقعية وما يميزها برئاسة اصغر سياسيا في العراق انتهى عهد برلمان 2018 بعد ان نجح في التصويت على قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة ورفع نسبة الموازنة للمحافظات المحررة وعقد جلسات برلمانات العرب في بغداد برلمان لم يترك رسائل احتجاجات التشرين وحقوق الشارع الذي اراد التغيير الحقيقي وهو الذي كان مبدأا ثابتا لدى الحلبوسي بتأكيد وعمل على منح الحقوق لاصحابها وبناء دولة تحترم سيادة القانون في تلك اللحظات وبين برلمانين وقف الحلبوسي على ختام مرحلة سياسية برسالة وطنية للشعب العراقي يحثهم فيها على المشاركة في الاقتراع لبناء المستقبل المنشود الذي يحقق نهضة العراق ويعيد مجده العريق اشتركوا في القناة